قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء أن فصائل المعارضة السورية تحقق تقدماً في مواجهة داعش شمالي سوريا وتقترب من بلدة الراعي التي يسيطر عليها التنظيم في محافظة حلب وأشارت مصادر ميدانية إلى أن حوالى خمسة آلاف مقاتل من مختلف الفصائل بدأوا هجوماً على البلدة وحاصروها لطرد داعش منها يأتي التقدم الجديد لفصائل المعارضة بعدما تمكنت من استعادة مجموعة من القرى التي كانت خضيعة لسيطرة التنظيم المتطرف في الريف الشمالي معي من حلب الناشط الإعلامي بهاء الحلبي إذن نتحدث عن تقدم للمعارضة على الأرض بهاء بمناطق عدة بحلب هل ممكن أن تفيدنا بالمزيد من المعلومات حول ما حدث؟ نعم أهلا بك سيدة ميسور بحقيقة تقدم الجيش الحر في ريف حرب الشمالي ضد تنظيم داعش أصبح تقدم ملحوظ وتقدم رائع فتنظيم داعش انهياره أصبح واضح أمام الجميع حيث سيطر الجيش الحر على أكثر 15 قرية خلال 5 أيام تقريباً وأيضاً البارحة سيطر على أربعة قرى في يوم واحد وهم قرى قنطرة وتل أحمر والشعبانية وإيضاً الراغبية ومنذ قليل عن الفصال الجيش الحر سيطرتها الكامل على بلدة تل سفير في هذه الحالة الجيش الحر وصل إلى أعتاب بلدة الراعي الاستراتيجية هذه البلدة هي تقع في ريف مدينة الباب وأيضاً هي تفصل الريف الشرقي عن الريف الشمالي وصلوا إلى آخر نقطة في الريف الشمالي فهذا التقدم الملحوظ سينهي تنظيم داعش في مناطق استراتيجية في ريف حرب الشمالي ونسيطر على بلدة الراعي في الساعات القادمة والأيام القادمة سينهار التنظيم في ريف حرب الشمالي لماذا؟ ما أهمية سيطرة على بلدة الراعي؟ وما صعوبات المتوقعة أمام الثوار لسيطرة عليها؟ الراعي هي تفصل ريف حرب الشرقي عن أشجمالي وأيضاً هي نقطة وصل بين طرق الإمداد وأيضاً هي تقع في مرتفعة تطول على عدة مواقع وأيضاً استمرت سيطرة الثوار في هذه الحالة سيحاصر التنظيم في عدة قرى إن تمددوا لما بعد الراعي بقريتين فقط أو ثلاثة قرى سيتحاصر عناصر التنظيم داخل قرى إحتاملات أو القرى المحيطة بها كأختارين وأيضاً القرى المحيطة ببدد صوران يعني تغيرات مفاجئة لأجبها هناك وخسار التنظيم بالنسبة للعتاد والعناصر كبيرة جداً حسب ما قالت لنا فصالة جيش حر التي تضحر التنظيم في ريف حرب الشرقي طائرة الحربية للنظام السوري التي أسقطتها المعارضة بكفر حمرة ماذا يمكن أن نعرف المزيد بهذا الإطار بهاء؟ سيدة ميسون الطائرة أسقطت في بلدة العيس التي تقع بريف حرب الجنوبي وليس بلدة كفر حمرة بمحيط منطقة كفر حمرة بلدة كفر حمرة بعيدة تماماً عن المنطقة التي أسقطت فيها الطائرة وهي بريف حرب الشمالي أما بالنسبة للطائرة أسقطت في بلدة العيس المحررة منذ يومين تقريباً وأسقطت بالرشاشات الثقيلة وبعد السهدافها كما قلت بالرشاشات الثقيلة هو أسر الطيار وهو الآن يخضع للعلاج وربما سيتعرضه في فيديوهات في الساعات القادمة فننتظر هذا الفيديو أنا أشكرك جزيلا عن كل هذه المعلومات وعلى هذا التوضيح لأنه كان هناك خطأ بما أوردني بأن الطائرة لم تسقط بمحيط منطقة كفر حمرة لأنه بعيدة عن العيس شكرا لك من حلب الناشط الإعلامي بهاء الحلبة